اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة آخذة في النمو استنادا إلى التاريخ الوثيق من العلاقات الثنائية المتقدمة التي تجمع البلدين الصديقين مشيرا سموه إلى حرص مملكة البحرين على مواصلة الدفع بأوجه التعاون المشترك وفتح مزيد من الأفاق على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة والتطلعات المنشودة وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لدعم كافة الجهود الدولية الرامية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لترسيخ السلام وتعزيز التنمية والازدهار جاء ذلك لدى حضور سموه حفظه الله اليوم في إطار ترأس سموه نيابة عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لوفد مملكة البحرين إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك حفل الاستقبال الذي أقامه فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لرؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لفتا سموه إلى ما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة من تاريخ ممتد من التعاون الوثيق وشراكة استراتيجية عززتها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة والتي كان أخيرها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار والتي انعكست إيجابا على خلق المزيد من الفرص النوعية وتعزيز مختلف مسارات النمو الاقتصادي وأشار سموه إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون مثمر في العديد من المحطات المختلفة والدفع بها إلى أفاق أكثر تكاملا مشيرا سموه إلى الدور الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في حفظ الأمن وتعزيز مساعي الاستقرار في المنطقة والعالم بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للجميع ترجمة نانسي قنقر